تعالوا نبتدي كده مع بعض ونتكلم على ضربات الجزاء بصوا يا جماعة أنا بكلمكم كلاعيب كورة وإحنا بنتفرج على ضربات الجزاء لعب الكورة بيحس يعني بيبقى فاهم حرقات اللعيبة بيفاهم طريقة الرمية بيفاهم يعني دفاق المستحق يضرب الجزاء المستحقة بيحس لعب الكورة بيحس لأنه مر بالمواقف دي كتير المشاهد بقى المتلقي إحنا دلوقتي إحنا بقى أنا بطلت كورة فهو إحنا بنتفرج على ضربات الجزاء فبيبقى عندك وإنت بتتفرج كده قدام الشاشة الشاشة قدامك كده فبتقول ضرب الجزاء مليون في المية ده لعيب يعني متهور جدا إيه عم إيه الدخلة دي وفي حد لعيب كورة زاكي يخش الدخلة دي ده ضرب الجزاء مليون في المية وفي واحدة تانية والله تقولك والله هي فيها يعني هي ممكن تتحسب وممكن حكم ما يحسبهاش يعني ما فيهاش مية في المية يعني عادي يعني عادي واحدة تانية واحدة تالتة يقولك والله ده لو في كاس العالم ما كان الفار جابع حتى واحدة رابعة يقولك ده سيميليشن ده ميمثل واحدة خمسة ممكن يكون فيها احتكاك بس يقولك ده 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 المدافع أو المهاجم جاي عايش ياخد ضرب الجزاء ده بيمثل ايه دم أفوارها قوي مزودها قوي يعني فدي حالات ضربات الجزاء من السنتين اللي خدنا فيهم دوري كان فيه نغمة كبيرة كده لبعض الجماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا وكان بيقودها مدير الكرة الكابتن سلعب حفيز كنوع من الترياءة أو كده يقولك ايه الزمالك جاله 13 ضرب الجزاء الزمالك هيوصل لعشرين ضرب الجزاء امتى انتو بتكسبوا بضربات الجزاء انتو 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 فانا كنت بتكلم ساعتها بقول يا جماعة الفار بيبين حاجة كتير وفي نفس الوقت كمان ضربات الجزاء مش بكترها ولكن بصحتها انت ممكن يتحسب لك 3 ضربات جزاء وال3 مش صح وممكن يتحسب لك 13 ضربات جزاء وال13 بنسبة 100 في المية صح ممكن دي كرة وده قانون يعني في السنة دي النادي الاهلي اتحسب له 4 ضربات جزاء الـ 4 ضربات جزاء مفيش فيهم يقين ان دي ضرب جزاء مليون في المية يعني يعني ما نقدرش نقول كده وكان اخيرها النهاردة ضربة جزاء اللي احتسبت واللي احتسبها الكابتن خالد الغندور زاوية بتبين ان فيه اهمال من محمد شكري وزاوية اخرى بتبين ان الكرة فاش حاجة خالص وان ممكن يكون لمس في رجله بس ينزل على الارض وان هو بيحضن على الكرة ويعني زاوية كتير طبعا الزاوية اللي بتبين ان ما فاش حاجة جد بعد احتساب ضربة الجزاء يعني المخرج عد زاويتين ما كون ناش شايفينهم في احتساب ضربة الجزاء يعني وطبعا كرة ميتة وكرة طالع برة وكريم فؤاد هو طبيعي كده عنده باور وكده وبيقعد يخش على كل كرة ويعافر على كل كرة في النهاية كابتن خالد غندور بعت لكابتن ابراهيم نور الدين وقال له فيه ضربة الجزاء راح شافها احتسب ضربة الجزاء واحتسب انذار لمحمد شكري يعني طيب اديكم بس اربع ضربات جزاء تعالوا كده مع بعض النادي الاهلي اتحسب له اربع ضربات جزاء السنة ضربة جزاء كسب بيها ماتش اصوان واحد سفر ضربة جزاء كان الماتش مقفول واحتسب ضربة جزاء للنادي الاهلي احرز من خلالها هدف المباراة الوحيد اعتقد كان علي معلول برضو واحتسب له ايضا ضربة جزاء بعد ما كان مغلوب واحد سفر من طلاق على الجيش في الشرط الاولاني اتعادل وعمر السلية احتسب ضربة جزاء في الديئة سبعة وتسعين للنادي الاهلي وهو متعادل واحد واحد وافشة ضيع ضربة الجزاء واحتسب ضربة جزاء النهاردة والاهلي مغلوب واحد سفر في اخر عشر دقايق من قبل تقنية الفار وعلي معلول احرز ضربة الجزاء دي ضربات الجزاء اللي احتسبت للنادي الاهلي واللي كان اخيرهم النهاردة واحدة من وجهة نظري فيش فيها يقين ابدا انها ضربة جزاء طب هقولكم حاجة لذيذة اول انا جاي الستوديو فانا ما تفرقتش على القناة اللي بتحلل التحكيم انا في الستوديو بتاع واكيد هما زمنهم بيحللوا التحكيم دلوقتي او حللوا التحكيم الله واعلم بس انا متأكد يعني من دلوقتي اهو وانا قعد قدامكم كده وبعتولي بنبي على المسينجر او حاجة على الفيسبوك قولي لي صح كلامي صح ولا غلط ان المحلل التحكيمي اكد ان الكرة ضربة جزاء مليون في المية وان المحلل التحكيمي قالك على فكرة الاهلي كان ليه ضربة جزاء تانية بتاع تعليم على الأول يعني يعني بس من غير من غير معرف او ماشي يعني اقول لكم من غير معرف كده هقول لكم ايه الحالات التحليل خلاص اصد ده مش اول مرة في واحدة برضو كده قالك ايه وكان اقرم توفيق لي واحدة تانية وكان معرفش ايه لي واحدة تالتة يعني هو ده التحليل التحكيم طبعا علي معلول بسم الله ما شاء الله هو داخل وعايز يعدي احتكاك طبيعي شوفنا احنا 3000 احتكاك في نص الملعب بيخشوا ببعض ما متحزبش حاجة يعني في نص الملعب يعني مثلا كلها تحسب ضربة جزاء دي اللي هي تاتش يعني لمسة بسيطة مثلا ونزل لجوا على الارض يعني تابيعي في نص الملعب اتنين دخلوا في بعض تاكلينج اتنين بيلعبوا على الكرة ما بينهم دخلوا في بعض ابراهيم نور الدين قال لك يلعب فاش حاجة النهاردة جون ابوكا طالع بيلعب الكرة رح يسر ابراهيم رايح عليه وخبط فيه رح مدي انزال لجون ابوكا كابتن ابراهيم نور الدين تعالوا اقول لكم حاجة كمان اجمد بقى من كم مطش كده النادي الاهلي هو النادي الاهلي اخر ربع مطشات كسب مطش في ديئة 97 وكان الوقت الضايا خلص وتعادل 3 مطشات تمام طيب النادي الاهلي جاب الجون بتاعه في ديئة 95 وال27 ثانية 28 ثانية او حاجة و30 ثانية مش فاكر وراح الحكم مزود كمان بتعديقتين على الست دقايق او الخمس دقايق اللي كان مديهم وقت ضايع في مطش فاركو خلاص وكرة تلاقي الكورنر والخمس دقايق خلصوا فحكم اللقاء قرر انه يكمل كان طرق مجدي تقريبا مش فاكر يعني قرر انه يكمل الوقت اللي هو المطش اللي كابتن طرق حطي ايده على كابتن ساعدة الحفيز كده هم خارجين ما بين الشروطين المهم ساعتها اعلامي كبير انا بحبش اذكر الاسامي دلوقتي عشان مش عايز اشخصا الموضوع ما يفتكرونيش مثلا انا ضد الاعلامي ده او ضد الاعلامي ده بس انا بتكلم التوجهات احنا هنا بيتقال علينا منحزين وده طبيعي ومنطقي ان انت تبقى منحز في قناة ناديك زي ما قناة الاهلي هتبقى منحزة للنادي الاهلي لكن ما تكون في قناة عامة مش هتبقى منحز وعمرك ما هتعمل كده يعني عمرك ما هتعمل يعني انا بأكد لكو دلوقتي المفروض تمام المفروض انت كاعلامي محايد وحتى لو انتماءك بره الاعلام حاجة هتعمل نفس اللي عملته فماتش فرقه فانت روح تجايب ايه بقى الاعلامي الكبير عمل ايه راح جايب الوقت قالولي استعلم ايدي الوقت كده الخمس ده ايه اه ده فيه حتة هنا وقفت ده فيه حتة هنا طلعت ده فيه حتة هنا معرفش ايه ده فيه حتة هنا ايه ده فيه حتة هنا ايه فحتى لو الجون جيه بعد الخمس ده الوقت ضايع من حق الحكم من يزود وابتده يوقف ويجيب ستوبوتش ويقولك انا كنت ممكن كمان اوقف اكتر ومعنى كده ان فعلا كان فيه وقت ضايع ومعنى كده ان الاهلي الناس اللي بتقول انه جاب جون بعد الوقت الضايع ده لأ من حقه ومعرفش ايه طيب يا اعلامي يا كبير ما تعمل لنا نفس الحالة دي النهاردة وثلاث لعيبة رايحين انفراض على محمد الشناوي وكابتن ابراهيم نور الدين بيصفر في ديئة 95 و 26 ثانية انا لو كان عندي الحقوق دلوقتي كنت جبتلكم بقى وقلتلكم اه بص الحتة دي كانت كورنر وطلعت واللي ولعب وقف بص الحتة دي كان الحارس اتأخر ومشطهاش بص الحتة دي ده كان فيه لعب وقع وعبال مقام بص الحتة دي كان فيه تغيير في اخر ثانية هاقعد اقولك كده ادي ادي الكورة طبعا الاحمر هم سيراميكا وشوفوا كام لعيب من الاهلي بقى حطولي الصورة كام لعيب من الاهلي تسعة لعيبة من الاهلي يعني معناها ان فيه حارس ولاعب و 3 راحين 3 راحين طب الهجمة المرتدة تيه تخلص في قد ايه ممكن تخلص في 20 ثانية مثلا 20 ثانية بالكتير قوي بالكتير قوي 20 ثانية تمام يعني يعني الوقت هيخلص في الديئة 95 و 46 ثانية كابتن ابراهيم نور الدين صفر وقال لك الوقت خلص الله يا جماعة ايه يا كابتن ابراهيم اشمعنا يعني ما زودتش 20 ثانية وهنا بقى الرسالة للإعلامي الكبير ايه رأيك يا كابتن ايه رأيك ايه رأيك في الوقت الضاع اللي ضاع وما تحسبش ايه رأيك لو كانت ديه الهجمة المرتدة دي للنادي الاهلي والحكم صفر ايه رأيك ايه رأيك ما يكون تلاتة رايحين على محمد الشناوي قدامهم لاعب واحد فقط والحكم يصفر وما يديش 10 ثواني زيادة وايه رأيك ان الهجمة بتاعة النادي الاهلي والكورنر كان الوقت خلص كان ال95 ديئة خلصه ايه رأيك اساسا ان الكورنر اللي ادامه ساعد الحكم وكابتن ابراهيم نور الدين لصالح النادي الاهلي مش كورنر اساسا وان محمد شريف هو لشاهدة الكرة ومطلحها برا ايه رأيكو ايه رأيكو يا كلاتنبرج هديكو حاجة لذيذة قوي كلاتنبرج حلل الاسبوع الاول وحلل الاسبوع التاني وحلل الاسبوع التالت وحلل الاسبوع الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع وطبعا والثامن كل كل زي ما قلت لكم قبل كده متفق على كل حاجة ومختلف على كل حاجة حسبت على الاهلي او كان هدف او فار كان هيلغي ضرب الجزاء للأهل او كلام من هذا القبيل فاكرين طبعا ضرب الجزاء بتاعة طلاقة الجيش بتاعة سافيو فاكرينها دي اللي هو ادى اتاحة فرصة يعني عمرها ما حصلت في ضرب الجزاء في اتاحة فرصة دي ما حصلتش